اللي تعجب من أحلى ورود البرية كان قلبي يدق بسرعة كأنه كان رح يطلع من محله ما كنا قراب هيك من بعض من قبل تستاهل الدور حلو كتير شكرا كنت من دمجة كتير بالنص لأنه عجبني رومانسي كتير وأنتي كمان عجبتين برافو عليكي مو معقولة شو مطنعة لكن خلونا نوقع العقد شو رأيك يا بدربيك طبعا يلا بس من بعد إذنكم ممكن بالأول تشوفه جميلة بعد إذنكم لأني حاب أقرأ ايه أكيد يعني نحن ما بدنا إياكم تفهمونا غلط بس كل الناس عم بيقلونا لازم تعرفوا كل شهر دي واردة بالعقد قبل ما توقعوا علي فلا تواخذونا يا جماعة هاد مو معناته أنه نحن ما منوسق فيكن بس يعني الواحد ما بيعرف شو بصير معه طبعا تفضلوا خلونا نخلص شغلنا بسرعة بدنا نتغدى سواء أزا ما عندكم مانع طبعا إذا كان عندكم وقت ايه طبعا أصلا إحنا اليوم ما رتبطنا بأي شغل تاني ممم ممنيح أماني فهماني شي لو سمحت فضلي أنسى جميلة إذا بتريدي وقعي لي هون هل بنت كتير مويزة ما هيك فعلا معك حب أنا كتير عجبتني شو رأيك من نزل وشي على الكتروكات فكرة كتير حم شوفيلي شو صار بسلايدات جهزه ولا لا حاضر استاعته لأ بشوفه يلا سلام نرجع منحكي بس هيك ايها دا كل شي ألف مبروك ألف مبروك حبيبتي جميلة وهالشيك لكم بس تخلصي شغلك رح ترجعي تاخدي الشيك بالتلاتين ألف تاني والله جد ايه يعطيكم العافية مع السلامة جميلة عن جد أنا ماني مصدقة أخذنا تلاتين ألف ولسه في قدون براي أنت من زمان كان لازم تبلسي بهالشغل كنت يكسبتي خبرة الإنسان بيتطور بيتعلم من تجارب أنا قلت له لحكي من زمان بصراحة أنا كنت خايفة أني ما أنجح لازم كون جاهزة قبل ما وفوت بهالتسجوه يلا ما في مشكلة أنت لست تتبقى أول طريقة هذي اللي عم قوله لسه في وقت المهم أنه عملة الخطوة الأولى وبكرة بتتطور لسه تصغيرة وحلوة وزكية وطموحة وجريئة كمان أنت لازم تكوني فخورة فيها ما بحب استعجل لازم استنى حتى تخرصوا تصوير وبعدين بنشوف ياللي ساوته بدي يرفع كاس النجاح اللي بلش من اليوم إن شاء الله أنا ما رح خجلكم مستحيل بأنك تخجلينا حبيبتي على مهلك شوي شوي هي مو متعودة على المشروب هلأ بتدخل أو بتذكر لا سمح الله هلبد ليمسل بدعاية للسيراميك يعني كل هالمشاعر اللي عبرت عنه مش أنحوط حمام سيراميك هي صحيح هاد هو كل الشغل؟ لا مو كل الشغل تعرفوا إنه التسويق رح يصير بأوروبا أول شي والدعايات رح تنعرض عندهم بالأول بجوز بكرة يطلبوكي على أوروبا لتعمل دعايات ايه طبعا واذا بدك انت كمان بتسافري مع جميلة انجدام تحكي انت ما تتخيل شو بحبة لاوروبا رح نبدأ بباريس اول شي باريس ايه مو معقولة هالمدينة انا شو بحبة طبعا نحنا شايفينا بالافلام مو اكتر من هيك بس برأيي هي اجمل مدينة باوروبا بلكي النا نصيب نشوفها ان شاء الله رومانسية كتير والله يا جميلة هتقضي وقت كتير حلو هنيك انا متأكدة حددتوا تاريخ خطبتكم ايه حددنا بعد اسبوعين يعني صارت قريبة حفلة الخطبة هتكون بالفيلا كتير مني الف مبروك الله يبارك فيكي لك هنسمح لي بها المناسبة ارفع كاس على شرف فيروز خانه شكرا كتير الف مبروك شكرا اشتركوا في القناة اه انا مضطر امشي لاني مشغول كتير بس ان شاء الله ما نكون اخرناك لا ما في مشكلة لكن لا نقوم نحنا كمان احسن ما ناخرك اكتر مني مبسطنا كتير بها القاعدة عن جد شكرا كتير الى وانا مبسطة كتير كمان رحتنا عادة ان شاء الله فضلوا مارسي شكرا كتير الكم يا عطيكم العافية شرفتوا يا خانو بدر بيك اهلا وسطيكم شرفتوا يلا حسن وصلون لا ما في داعي كيف ما في داعي لازم يوصلكم عالبيت بس نحنا مرة حنروح هلق عالبيت انا وامي عنا كم مشوار ولازم نقضين اذا هيك ما في مشكلة شو ما بدكن نحنا جاهزين يلا بخاطركن هلا نلتي ان شاء الله شوفك انا عن جد كتير مبسوط معرفتك يا خانو وانا انا كمان بقصد انه اليوم كنت كتير مبسوطة عن جد شكرا على كل شي لا ولو هاد واجبي عن ازنكم فرصة سعيدة بادر بيك الله معك يلا وقف لي روحي الزلمة اذا قد تلوحينه بايدك كمان لك والله عن جد عملتها يا لطيف هاد الزلمة قديش غني واكابر هاد الزلمة خاطر لا تتأمل يصير شي باني وبانه انتي بكرا رح تتزوجي واحد متلو ان شاء الله اللي بيسمعك بيقول العرسان مقتلين بعضهم خلاص لا تتمسخري شو مو منتبه انك حصوري دعاية ضخمة يعني من هلأ ورايح رح تتغير كل حياتك ورح يتغيروا كل الناس اللي رح تتعاملي معهم انتي هلأ بمجال الشهرة والمصاري بكرا رح تشوف العرسان بالدور بس بدون رضاكي شكلك فدتي بالجوعة السريع ليش ما رضيت نطلع معه بالسيارة هلأ والله حنت شنطة كتير لحتى نوصل على البيت بدنا نطلع بالعبارة وبعدين بدنا ناخد تاكسي بلو ما نروح على البيت هلأ خلينا نروح نصرف في الشيك ونجيب شوية غراض لا هلأ ضبي يوم خلاص جاي الايام لا انا حاب بجيب لك هدية اليوم انا ما بدي هداية منك حبيبتي شو رأيك ما تبعز المصاري هون وهون مك جاي على بالي امي لو سمحتي انا مااني بحاجة شي جميلة ما عم تفهمي انا رح جب لك شي ما عندك منه بعدين الكريم تبعك خلاص ما هيك ومزين الماكياج والمطرن كمان خلاص المشكلة انك بتعرفي النقطة الضعف يا زعرة انا نسيت افتح تليفوني انا ما رح افتحه هلأ بيتصلوا فيني مشان استشواروا الكلام الفاضي شو رأيك نروح مشوار وبلها الشغل اليوم لمين عم تدقي تليفون مو هلنا التعبع شو بدك في هون خلاصنا بقى خلاص اطلعي من كلها الجو المقرف وانسي كلها الناس بقى شو بدك في هون اشتركوا في القناة بيكون عمي سوء او مو سامي برريله برريله بعدين برجع باتصل ما في داعي استغلي الفرصة واخلصي منه يا بنتي لك يا أمي أخوه بالمستشفى مبارح رحتي على المستشفى وشقيت على أخوه يعني انت شو لازم تساوي أكتر عملت الواجب اللي عليكي بكفي بعدين عنهم لا تهتمي فيهم خلي عندك شوية كرامة بعدين بدي أفهم انت شو بدك من مهند ومن مؤيد هدول ما عادوا من مستوانا هلأ موسيقى 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 موسيقى